اشتركوا في القناة أنت من تضحي وهل لنا أن نضحي اليوم ونحن لا نملك من المال شيء؟ وهل يحتاج الله لتضحيتنا؟ ما بك يا بني؟ مسكين هو من لا يبحث إلا عن المادة ولا يملك شيئا للتضحية إذن بماذا لنا أن نضحي يا جدي؟ الأضحية يا ولدي هنا بالقلب الأضحية ليست فقط بالمادة أنت الآن تملك قلبا صافيا مثل لون الطفولة سيكبر قلبك وستدرك يوما أن الأضحية تضحية وستدرك في لحظة ما أن ربك هو العفو فتضحي بالانتقام والثأر يا ولدي أين يكبر قلبك؟ ستحتاج أن تضحي بالسلطة والجاه نعم أتعرف لماذا؟ لأنك مؤمن برب مالك يملكك ويملك كل شيء حولك الأضحية أن تقوم ذاتك وتقومها أن تزيل ما بهم شوائب ضعيفا كنت أو قوية شابا كنت أو كبيرا سيكبر قلبك وستدرك ما أقول آه متى أكبر ويكبر قلبي معي؟ وأصبح مثل الكبار؟ أكل الكبار هكذا يا جدي؟ لا يا بني للأسف ليس كل الكبار هكذا من يدرك رحمة ربه ستزيد رحمته ومن يكبر قلبه وفي داخله سواد يكبر معه ستعمى عيناه عن جمال الله وسيحرم طوال عمره عن لطفه الخفي التضحية يا بني ستجعل قلبك يكبر دون أن يتخلى عن لونه الطفولي الذي تملكه الآن الأضحية هي أن تتجاوز نفسك يا ولدي وتسمو عليها هي ليست بالشيء الملموس لا بل هي بما تشعر به هنا أنت ضحية بما تحب وبإرادتك تلك هي المضحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر